أصدقائي العزاء صباح الأنوار صباح السرور صباح الصباح على أيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا بمسية الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنساني من القلب إلى القلب بعنوان أنت منه يا جماعة الخير والله العظيم إحنا راح نتخبل يعني ما أعرف هاي شن الحمايات حمايات الرجل الدين حمايات الرجل السياسة حمايات ما أعرف المن حمايات ما أعرف المن يعني كل واحد خمسين ستين سيارة عشرين علمين منه وعشرين علمين سره يعني ليش يتمو أنتو دا تراوونه أنتو دا تراوونه مواقع التواصل الاجتماعي دا نشوف ملوك العالم ملوك العالم أكبر شخصيات بالعالم معدهم هاي شا حماية يا جماعة معدهم رئيسه زراء بلجيكا هولند السويد الدنمارك يجي حلبه السكيل يعني دا احنا دا نتخبل من نشوفه شي يعني أنتو تردون تخبلونا فهمونا أنتو منو أنتو يعني لما ملك إسبانيا إسبانيا بعظامتها يطلع هو زوجته بالسيارة يشوفون جماعة قاعدين دا يدقون ويغنون بالشارع ينزل وياهم يقعد يماكو هيكي مخبلتونا أنتو سيد فلان خال الحماية ما عرفوش قد شيخ فلان ما عرفوش قد خال دكتور فلان ما عرفوش قد حج فلان استاد فلان شنو هذي؟ هاي الحمايات هالقيد رئيس مجلس النواب من كان الحلبوس يابو الدهن الحور يا جماعة ترى أنتو دا تهينون الدولة تدرون الشون دا تهينون الدولة لو ما تدرون من خمسين ستين سيارة تمشي ونجدات وطوطوطوطواطة مرت الحج خياطة وثابرين الأمة معناته شنو؟ ماكو أمان ماكو أمان بهذا البلد شنو جي هذي الأمن الخاص شنو شغلها؟ المخابرات شنو شغلها؟ الأمن العامة شنو شغلها؟ الاستخبارات شنو شغلها؟ مكافحة الإجرام مكافحة الشغب شنو شغلهم الظاهر نايمين؟ الظاهر دا يقلون بيت نجان ذولة مع جل احترامي لهم هما ذول الأجهزة غير هما يحافظون على الأمن ليش الأمن؟ ما عدنا أمن بالعراق؟ لو مثل هذا اللي سيلو أنت منين؟ قال لهم أنا فلان عشيرة والنعم قال لولا فلان عشيرة افتهمناها والنعم شنو؟ قال لهم المي ناعم النفسه ما حدي ناعم له يعني أنا من آكله أشبه إذا ما أقول للنفسي عوافي وبالعافية ما أنتظر واحد يقول لي يا جماعة يا جماعة أيب عليكم غمان أنتو شاف ما شاف ما أقدر أكمل المثل بعد أنتو تعرفوه أيب ترى حيب أضو مجلس نواب خلق مستعش واحد حماية شنو يا بنت؟ أنت شنو؟ أنت عمي أضو مجلس النواب أنت قبل بيوم قبل لين تخبوك واقفوا براس الشارع تاكن لفة فلافل وقوطية ببس يوم مربع ودجداش تكون عالك أشو صرت عمي أضو مجلس نواب قطعت الشارع من اليمنى ومن اليسر ومن وراء ومن قدامه كرفانات خليت شنو بس فهمني؟ هسانا إذا فتهم أنت سيد فلان أو شيخ فلان أو أستاذ فلان أو دكتور فلان أنت مونو يدورك؟ أنت مونو يختالك؟ فالشخصية يعني أنت يعني مخترع شنو مخترع؟ مخترع البيزة؟ مخترع شنو بس قولي؟ صاحب معامل مواطعة قواده لبوي مثلا إذا فهمنا من نعن طلع عليكم ونعن طلع اليوم شفناكم بي عمي ما يسئل هيك عمي الخاطر الله ستين سيارة استهلاك محرك استهلاك بنزين تايرات وتسواق والله شنو؟ إفلان إجه هاي شنو؟ أو إفلان راح يجور أمير المؤمنين أو راح يجور هاي شنو؟ أنت توح تجور يا رجل الدين أو رجل السياسة هاي علاقة بينك وبين الله أطلع أطلع هالك حال الناس روح تجور روح تجور روحوا للعمرة كفروا عن سيئاتكم من أمداكم من أمدا عمرتكم حتى كرهتونا بعد إذا أنتو ترحون للجنة تجذب هالجنة هاي والله ما ريد أروح للجنة اللي أنتو روح تطبولها لثمانين وزير وميتيين نائب وما ديش قيد لك خزيتونا خزيتونا والله خزيتونا ما تستعون ما تخجلون يعني أنتو مو أكثركم كان بالخارج حتى لو لم تشنتوا بالخارج هاي هاي مواقع التواصل الاجتماعي شوفوا رؤساء العالم شوفوا رؤساء العالم شوفوا شوفوا والملوك تاتشر تاتشر وين قاعدة قاعدة بعمارة والله ما حد يقعدها زوجها ينزل بيد العلاقة يتسوق انتو شنو ثابرين الأمة خابصينها بهال بهالسيارات هذه محمد الحلبوس منشان أسطول يطلعوا هي أسطول أسطول سيارات صار محمد أبو ريكان أبو أبو صخام أبو سلابات أبو بياع الدهن لك هاي ما تكبركم هاي ما تكبر هاي ما تكبر لا السيارات تتكبر ولا الرتب مالتكم تتكبر بتواضعكم وأخلاقكم معاملتكم مع الناس تنزلون إلى إلى أبسط مستوى أدنى 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 مستوى تنزلون وبعدين انتو منو يعني انتو منو شنو فضلكم علينا انتو السياسيين هسا كلكم بربطة المعلم انتو شنو فضلكم علينا والله ما لكم كل فضل علينا والله ما لكم فضل علينا بالعكس انتو أصلا ما محترمين لأنكم ناكرين الجميل كلكم بالعملية السياسية اقولكم شنون تحكين على أمريكا تحكين على أمريكا تحكين على أمريكا وأمريكا هي اتجابتكم هسا هم واحد من ذوله اللي حلقة فكاكا وحلقة طايا حظ خايص جايف انتهز امريكي انت تحب امريكا طبعا احب امريكا احب امريكا واخليها على راسي امريكا لان امريكا اللي خلصتنا من ذاك النظام ولو ما امريكا انتم متركبون سيارات ولو ما امريكا انتم متقعدون بقصور ولو ما امريكا انتم متطبون للخضراء ولو ما امريكا ما عدكم انتصد بالبنوك وما عدكم ذهب النسوانكم ومو كل واحد متزوج لاثنين ثلاثة بالمتعة وبالمسيار وخدت الشقق اللي بوابة العراق مقابل الزورة لما أمريكا كانتوا قاعدين السابق الصرايف دي كافي كافي احترموا نفسكم وخليكم متواضعين ويا الناس تركوا هاي الأساطير للسيارات تيت تطلع تطلع وحدك سيارة وحدة انت وسائق بس حتى حماية موقلك عمي ما حد يدوركم يعني السيد العباد إذا يطلع للشارع مون يكتله السيد عادر عبد المهدي مون يدوره السيدة محمد الشيعة السوداني هذا الرجل الان اللي داي يشتغل مون يدوره مون يكتله مون يكتله مون يكتله ماكو عمي ماكو أو أقولكم بالأحرى ماكو زلم بعد تختال زلم ماكو ماكو زلم الناس تعبت الناس عصابها تعبت عمي انتوا خليلي كل واحدة تلعك شوفوا هذا هذا أنا مريد أطلع لكم صورته أخاف يطلع من جماعة أبو خابصة لو من جماعة أبو لايصة وهن مرة هم يجع على بيتنا يحرق لو مال والله مادي واحد شي تاوي واحدنا نقول أحسن شي يعني أحسن شي 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 اللي توصلت له واحدنا ينشبه ويسكت أحسن ينشبه ويسكت لا يكتب ولا ينشره لا كل شي يلا يا أخوان هذا ما يدى أطول عليكم أقولكم مع ألف سلامة وعاش العراق شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة